السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعيني ومتابعين صفحة النسيء والمخلوطات والفلسفة القرآنية اليوم الحلقة الثالثة من الفلسفة القرآنية بس قبل ما نفوت بموضوع الحلقة الثالثة راح أجاب بس فقط على سؤالين أو ثلاث أسئلة انطرحوا على شريط الحلقة الثانية السؤال الأول كان يقول أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجنب أعزيزي الكريم الخطاب الذي أتى بأمر من الله للملائكة بالسجود لآدم لم يكن خطابين خطاب موجه للملائكة وخطاب موجه لإبليس بل هو خطاب واحد يشمل جميع الملائكة والملائكة كما قلنا في الحلقة الماضية هم سبع طرائق في الخلق قسم منهم هن من الجنب واللي هو إبليس وللو كان الخطاب لم يشمله ما كان قوله بأن بأنه أفضل من الإنسان الذي خلقه من طين لأنه خلقه من نار فلذلك رفض السجود له بل قال أنت تخاطب الملائكة وأنت خلقتهم من نور وخلقتني من نار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية جميع الملائكة عندهم منهم الإرادة والمشيئة بأن يرفضوا أمر الله أو يقبلوا أمر الله فعندما أمرهم الله السجود لآدم لم ينفذ الملائكة ذلك الأمر مجبرين بل طائعين وسجود الملائكة للإنسان في عنا الشهيدين وفي عنا السائق وفي عنا الحارس وفي عنا الذي ينفخ في الصور وفي عنا جنود الله الذي لا يعلم عددهم إلا الله والذي يؤيد المؤمنين والصادقون والمنتقون بجنود لا ترونها كما فعل في العديد من المعارك التي حدثت أثناء الدعوة المحمدية حيث أنه بحنين آذر نبيه ورسوله ومجموعة المؤمنين من أن يخسروا تلك المعاركة فدعمهم بأعداد كبيرة من الملائكة وجنود الله فانتصروا ويلي بيخبروكم أنه يلي بيخبروكم أنه أنه أبو سفيان هو لنصر المسلمين لتلك المعرفة المعركة هذا الكلام غير صحيح بل أنه هذا الكلام محرف حتى محرف التاريخ لأن فتح مكة لم تحدث في سنة الثمانة وإنما في سنة عشرة وذلك تحريف أيضا تحريف آخر للوقايع وأن أبو سفيان في معركة الحنين لم يدخل إلى الإسلام بعد ولأنه دخل في سنة عشرة إلى الإسلام ودخل مجبرا وليس دخل لأنه آمن بالرسالة وجد مكة تفتح فاستسلم يعني رفع رأي بيضة وحطها على باب بيته بالنسبة للسؤال الثاني ما الفرق بين النفس والروح الروح مخلوق من مخلوقات الله والنفس مخلوق آخر من مخلوقات الله الإنسان فيه نفخة الروح وليس فيه روح الروح هو مثل الروح جبريل ميكال وفيه ناس بقولوا كمان أنه فيه واحد اسمه إسرافيل وهو اللي بدل في غصور ولكن هذا الاسم إسرافيل غير موجود في النص القرآني نهاية ولكنه موجود في التوراة هذا لا يعني أنه أن هذا الاسم لا نأخذ به أو نأخذ به لا لا نعيره أي اعتبار لأنه تعليف من تعليفات الإسرائيلية أعزائي الكرام الروح مخلوق حتى عندما تمثل إلى سيدنا مريم يقول الله في كتابي العزيز فتمثل لها روحنا بشرا سويا شو قال لا قال لي أني رسول ربك أنا رسول جاي رسولنا حتى أن الروح القدس المذكول في النص القرآني هو مخلوق وهو الروح الذي أيد نبيه عيسى به حيث قال وأيدناه بروح القدس فالروح هي مخلوق من مخلوقات الله موجودة في عالم الأمر يلقي الله الأمر عليهم فينزلوا إلى عالم الأشياء لينفزوا ما أمرهم به الله في تفعيل قدرة الله لأن السنن موجودة في القضاء والإرادة تسبق القضاء ثم التفعيل يعني مثلا الآن نحن قرأنا في الحلقة الماضية أن الله خلق الكون في ستة أيام يومين استغرقوا للقضاء ولكن إذا أراد أن يعيد الله عز وجل إعادة خلق هذا الكون مرة أخرى فإنه لا يحتاج لتلك اليومين يومين القضاء وإنما إرادة وتفعيل فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون لأن القضاء موجود مسبقا ولكن إذا كان القضاء غير موجود فبعد الإرادة يأتي القضاء اللي هو تفعيل السنن الجديدة من أجل خلق الشيء الجديد ثم يتم الخلق آخر سؤال من أحد الإخوان يقولون أن الصوت والصورة على الفيديوهات اللي عم أقدمهم حاليا غير واضحين وفيهم تشويش للأسف التكنولوجيا اللي عند مني أنا هون يعني من أرخص أني وعد تكنولوجيا والكاميرا من أرخص أني وعد الكاميرات ليش؟ لأنه ما عند مني أنا شركة إخراج ومنتجين ومخرجين وسيناريست وكل هذه الأشياء أنا أقوم بكل شيء اعتبروني مخرج فاشل يا جماعة ولكنني أقدم لكم علم إذا حبيتوا تدعموني وتبعتوا لي كاميرا جديدة وتبعتوا لي شغلة جديدة ممكن حسن فيها تلك المواضيع على عيني وراثي هذا شيء جميل إذا أنتوا طلبتوا مني إنه إنه ساوي شيء ولكن ليس باستطاعتي ليس باستطاعتي يعني أنا رجل متقاعد يعني ما عند مني عمل يومي أقوم به وما عند مني دخل لهذه الأشياء اللي عم أقدم لكم إياها عم أقدم لكم إياها من وقتي ومن مجهودي وما عم بطلب منكم يعني أنا لا أطلب منكم إنه والله أنتم مثلا تدعموني ماليا أو كذا تدعموني فقط بالشيء فقط عملوا شير للفيديوهات تبعي خدوا وعملوا كابي لللينكت وحطوا بالفيسبوك عنكم أو بالإستجرام أو بأي موقع الشير تبعكم هو الدعم أنا عم حاول أوصل الفكرة هاي بالنسبة للمواضيع الأسئلة الثلاثة هاي اللي انطرحوا بالحلقة الماضية بالنسبة لليوم حلقة اليوم واستكمالا لما قلناه في الحلقات السابقة مثل الحلقة الأولى ببدء الخلق والحلقة الثانية تناقشنا فيها في مواضيع آلية التفكير الإنساني اليوم بدنا نحكي عن الهيكل الكامل للإنسان مثل ما لكم شايفين هون بهذه الصورة هاي الصورة بتشرح أن الإنسان في حوالي هالة وهذه الهالة ضمنها يوجد جميع مكونات الإنسان من نفس وفؤاد وجسد وسوف نتكلم أيضاً عن الأنا العليا والأنا الدنيا وأيضاً سنتكلم عن نفخة الروح والقريم بالنسبة للإبليس اللي حكينا عليه قبل شوي إنه إبليس ما له من الملائكة لا عزيزي الإبليس من الملائكة ولكنه هو الذي أراد أن لا يسجد أي أن لا يطيع ولا يساعد الإنسان في عمله كان وظيفته هو ضبط المشاعر يعني من المشاعر الخوف فهو بيخوفنا من المشاعر الشهوات هو بيزيد الشهوات من المشاعر الحزن بيصيبنا بالحزن من المشاعر أيضاً الكره والحب فهو دائماً بيحاول يلعب بالمشاعر تبعنا يا بيزيدها يا بنقصها يا أما بيعملها يعني بيعملها حركة دوامية بحيث أنها تختلط الأمور علينا لا نستطيع أن نصل لأي قراءة فلذلك أعزائي الكرام هذا القرين هو الذي يلهمنا بالفجور ونفخة الروح وليس الروح نفخة الروح التي هي المعرفة والتي هي أيضاً الضمير يعني هي ضمير ومعرفة بنفس الوقت ضمير ومعرفة هذا الضمير يلي بيعطينا صراط المتقين وصراط المستقيم وصراط المتقين والمستقيم مثلاً أحب إلي شو هي صراط المستقيم فالصراط المستقيم موجودة في الآيات قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وهي الخمس الأولى نيات نأتي على الأربعة الأخرى نية اللي بالوسط ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ووفوا الكيلة والميزان بالقسط لا نكلم نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرباً وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون هاي أربعة وخمس أبل صاروا تسعة الأخيرة وإن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بينكم فتفرقوا بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتخلوا هذا هو الصراطي وأن هذا صراطي مستقيماً هذا هو الصراط المستقيم وهذه هي بنود الصراط المستقيم العشر أضاف عليها الدكتور شحروق كما نعلم محرمات الزينة باللباس واستشهد بالآية 31 من سورة النور وأيضاً محرمات زواج ونكاح المحارم في الآية 23 من سورة النساء وأيضاً محرمات الطعام في الآية 3 من سورة المائدة أي حرمات عليكم الميت والدم واللحم الخنزي وما أهلا لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذكيتهم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم وكذا إلى نهايته وتحريم الربا في الآية 275 من سورة البقرة وأن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلى آخر الآية ولكن غض النظر الدكتور شحرور عن خمس أشياء أخرى وقال إنه المحرمات 14 لا عزيزي المحرمات 14 وإنما 16 ومثلا تحريم حرمة الشهر الحرام للاعتداء على قواف العمر اللي هو الشهر الحرام هاي أحدهم الثانية إخراج الناس من ديارهم والمظاهرة عليهم بالإثم والعدوان يعني الشيء اللي هلأ عم يساوه بني إسرائيل بأهلنا بغزة عم يخرجوهم من ديارهم والمظاهرة عليهم بالإثم والعدوان هذه من الوصايا وهذه من المحرمات والمحرمات مو 14 يا جماعة وإنما 16 والوفاء بالعقود وتحريم صيد البر في الأشهر الحرم يعني هاي اللي خربت الدول الإسلامية صحارتها لأنه نحن عم نروح نصيد بالأشهر الحرم وما عم نخلي شيء على البسيطة اللي هو نقتله وحتى في ناس بتفننوا بالصيد الجائر وخامسا تحريم نكاح الزانيات والمشركات كمان هدول ما حكى عليهم أما صراط المستقيم اللي حكينا عليه هناك صراط آخر للمتقين وقاتل الرب العالمين بخاطب الذين اتقوا غير الذين أسلموا في المؤمنين وفي المتقين وفي المسلمين فمين هن للمتقين صراط المتقين وكم بند عندهم كمان 19 بند هدول للمتقين الإحسان في السراء والضراء الصدق وعدم الكذب ليش مو مذكورة بالوصايا العشر ومذكورة هون بالمتقين كظم الغيز الابتعاد عن رمي النفس في التهلكة احترام الموثيق والوفاء بالعهود عدم الإفساد في الأرض الاستعانة بالله والصبر الجهاد بالمال أو بالنفس عدم السرقة احترام الأعراف الحميدة والابتعاد عن عصيان أوامرة التقيد بالوصية عند الموت التقيد بالقصاص الحق وعدم الأفراط به معاملة المطلقة بالحق وبالتسريح وطلب المغفرة الإلهية من الذنوب توزيع الأطحية لوجه الله والامتناع عن المن والمراءات منع الماعون كما جاء في سروة الماعون أي كل ما فيه خير لأن يصل إلى أصحابه الختال دفاع عن النفس وعدم الاعتداء الابتعاد عن العلو والخيلاء والتكبر ولا تمشي مرحاً الابتعاد عن الظلم أنك ما تزوم حدا هذون هنين 13 بند من بنود المتقين وهيك نكون شرحنا هذه المواضيع وأنا حابب أحكي عن ميتافيزيقية الإنسان الميتافيزيقية الإنسان هي النفس ميتافيزيقية ما بدون نشوفها مثلا مثل الملائكة مثلا مثل الروح النفس مثل ما ينا هي مخلوق ميتافيزيقي موجود في هالة الإنسان وأيضا نفخة الروح HiHII موجودة في هالة الإنسان وأيضا القرين موجودة في هالة الإنسان يلي هو الواحب من الملائكة مثله مثل الشاهدين مثله مثل السائر والشهيد الملائكة مأمورة بمساعدة الإنسان وبعملة ضمن هذا الإنسان إلى عمل خاص مثل الساهر أو الحارس الذي يحرص النفس الوقت الذي يطلع أثناء النوم لأن الجسد لا يستطيع أن يتحمل النفس لأن تكون معه ملازمته 24 ساعة فقط تخرج النفس من الجسد حتى العلماء بيقولوا أن الجسد يبدأ يرمم نفسه بنفسه الجسد أثناء النوم أثناء عدم وجود النفس الجسد يقوم بكل هذه العمليات من ذاته لأن النفس هي التي تتحكم بالجسد أثناء وجوده بالجسد الآن الجسد يقوم بإلا للنفس بيلهمه أنه وجوعان أنه عطشان أنه تعبان أنه عضلاته عضلوا لأفرز اللاكتك أسد في الجسم يعني أحد لا يعمل رياضة فز يوم من الأيام قال أنه يجري اليوم أن أقوم بعمل لي قليل رياضة أه أقوم بعمل لي قليل رياضة بعد ساعة أعد قليل على حاله أقول له عضلاته كلية معضلة ماذا يحدث معه؟ هذا اللاكتك أسد فرز وأنت لا تحرك العضلات وقالت لي أن تحرك العضلة كانت نايمة فترة طويلة اللاكتك أسد يتعضل العضلة يصبح عمدك ألم وهذا الألم لا يذهب إلى ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام تتوازب على ممارسة الرياضة وإلا يرجع العضلة ويتنام من أول وجديد إذا ترجع ويتفعلها بعد شهر كمان بيجعك العضلة بيجعك بعد شهر نفس الشيء فإذا الجسد يلهم النفس بالتعب والوجع وفي عنا الأنا العليا والأنا الدنيا الأنا العليا هي الأنا التي تستطيع النفس أن تتحكم بها بتحريك الجسد بالمشي ولكن توكل الأنا الدنيا عملية استمرارية المشي ويكون الشخص عم يرى شغلي على تليفونه وهو عم يمشي ليش؟ لأنه أمر المشي إجى من الأنا العليا ووكل الأنا الدنيا إذا كان هناك جورة وهو عم يرى التليفونه وفي جورة دام منه وما شافه أه موقع بالجورة ليش موقع بالجورة؟ لأنه أنا عاطي أمر بالمشي وعيوني عم حطهم على التليفون ما عم حطهم على الطريق لحتى أرى الجورة فما شفت الجورة أنت وعدت مثلا كمان يعني مثال آخر إذا أنت مثلا حدا عم يزدت لك شغلي من الطابق السابع وانت تحت جنب المسبح أهم عم يقول لك أنه استلقية استلقية وزدت لك إياها أنت عم تطلع لفوق وعم تروح يمين وعم تروح يصار وعم ترجع لورا وتقدر من الدال لحتى تلقط هالشغل هاي السلطاني ما بتلعي حالة كله وانت عم ترجع لورا وقفت وقعد جواك المسبح ليش؟ لعدم إدراكك ودرايتك للوسط اللي انت قاعد فيه تركيزك هو إلى الأعلى انت عم تحاول تلقط شيء عم تحرك جسمك وعم تؤمر جسمك بالتحرك لتلقط هذا الشيء بس ما عم تشوف أنه في مسبح الأفاق فوقعد فيه عم لو كنت عم تطلع على الأفاق وتشوف المسبح ما بترجع ومثال آخر كمان اللي عدم الدراية بالوسط اللي انت قاعد فيه أمثلة كثيرة يعني ممكن انت تكون ماشي بالشارع ما بتلاقي إلا حالك تفركشت بشغلة صغيرة ووقعت وكسرت رجلك عدم درايتك بحي الشغلة الصغيرة اللي فركشتك هو عدم دراية بالمحيط تبعك فإذا يجب انت استخدام السمع والبصر لحتى تقدر تتحكم بجسدك وتمشي لقدام ترجع الوراء إلى اليمين إلى اليسار من دون ما يصير معك حادث بالنسبة للأنا الدنيا الجسد بيستخدمه يعني بدك تقولي تسعين بالمية بيعملوا الجسد يعني الرطحال والبنكرياس والأمعاء والمعدة والقلب والألبع وحتى الريئتين والتنفس وهذا كليته انت ماذا؟ هاي كليته أشياء غير إرادية يعني قلت إيه؟ وقلت لا الجسد بيقوم فيها بدون ما يزلق ما بيقولك والله شو رأيك الا الكبد بلشت الدهون وتعشش عليه؟ شو قنا نساوي؟ بتجي النفس بتقول والله يشوف أنا سمعت إنه لازم نحنا نحرق للدهون اللي على الكبد شو هي الشغلات اللي ممكن تحرق للدهون على الكبد؟ أول شي بدنا نبعد عن السكريات نبعد عن الخبز نبعد عن هاي نبعد عن هاي وناكل هاي وناكل هاي وقوم الدهون اللي على الكبد بتزول فلا؟ بتروح انت بتعرف انت إذا أكلت شغلي اعملت الرياضة اعملت شغلي هالدهون هاي بتروح البنك الرياض ما عم يشتغل تمام ونسبة السكر بالدم خربطت وطلعت والكلوكوز صار عالي ومعت فيه انسولين كمان نفس الشي فيه شغلات ممكن الإنسان ياخدها يتناولها بيعدل فيها موضوع الكلوكوز بالدم بحيث انه الانسولين بيزيد من دون ما نعطي إضاء الانسولين ممكن نساوي شغلات وقائية تقينا من الوقوع في مرض السكر وهكذا يعني هناك أمور كثيرة يتعلمها الإنسان اللي هو النفس النفس يجيها إلهام بالفجور ويجيها إلهام بالتقوى بنفخة الروح وأيضاً يجب علينا أن نزكيها على الوقت اللي نقول من نحن الذين يعني عند مننا المسؤولية أنه نزكي النفس فيها هل النفس هي التي يزكي نفسها؟ لا طيب هل الجسد هو بدي تزكي النفس؟ كمان لا طب هل نفخة الروح بدي تزكي النفس؟ كمان لا طب هل القرين هو اللي بدي؟ كمان لا الان العليا ولا الان الدنيا؟ كمان لا طب مين؟ قد أفلح من زكها؟ مين هذا الذي أفلح؟ الخليفة أنت لن تستطيع الوصول إلى مرتبة الخليفة إذا لم تزكي تلك النفس؟ طيب إذا الخليفة هذا الخليفة هذا للسعته ما وصل لمرحلة الخليفة؟ شو منسميه؟ إنسان اسمه إنسان هذا الإنسان يترقى إلى مرتبة الخليفة إذا استطاع أن يزكي النفس ويوصل النفس للإطمئنان لن تصل إلى مرتبة الخليفة لن تصل إلى مرتبة الخليفة لن تصل إلى مرتبة الخليفة ولكن هل الإنسان جاهز لأن يصبح في مرتبة الخليفة؟ لا يجب أن تشتغل عليها وتزكيها وتوصلها للإطمئنان للنفس لحتى تقدر تصير خليفة ما هي الأمانة؟ الأمانة هي النفس هذه النفس أمانة للإنسان الإنسان عبارة عن جسد فيه نفخ تروح وفيه قرين وفيه أنا عليا وأنا دنيا وفيه جسد بس هذا كل هذا استلم أمانة هي النفس شو قال له رب العالمين؟ زكية لهذه النفس ووصلها للإطمئنان إذا ما قدرت معانتها ما قدرت توصل النفس بالإطمئنان وما قدرت توصل الإنسان يلي إنتعمت مثله بمرتبة الخليفة معلومات كثير كبيرة وصلنا إلى نص ساعة تقريبا بالتسجيل أنا باستودعكم من اليوم وإن شاء الله بنلتقي بالحلقة جاية اللي بدنا نحكي فيها بالتفصيل ما هي النفس وما هو الجسد وما هي نفخة الروح وما هو القرين وما هي الأنا العليا وما هي الأنا الدنيا يعني أنا اليوم حكيت لكم إياهم بشكل سريع ولكن بالحلقة القادمة بدنا نشرح لكم إياهم واحدة واحدة شكرا لكم ولمتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة